السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف السابع أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات أحبائي الطلبة عنوان درسنا اليوم التناسب عزيزي الطالب يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكون قادرا على التعرف إلى مفهوم التناسب والتعرف إلى مفهوم التقسيم التناسبي ماذا تعلمنا في الدروس السابقة عزيزي الطالب؟ تعلمنا أن النسبة هي مقارنة بين كميتين وهي قسمة الكمية الأولى على الكمية الثانية تعلمنا أيضا أن ألف با هي النسبة من العدد ألف إلى العدد با حيث با لا تساوي صفر ونسمي ألف مقدم النسبة ونسمي أيضا المنسوب كما نسمي با تالي النسبة أو المنسوب إليه صور كتابة النسبة عزيزي الطالب ألف على با أو ألف إلى با أو ألف إلى با ونقرأها جميعا ألف إلى با تكون النسبة عزيزي الطالب بأبسط صورة إذا كان العامل المشترك الأكبر بين مقدم النسبة وتاليها يساوي واحد كما تعلمنا أيضا أن التناسب هو تساوي نسبتين مثل ثلثين تساوي أربعة على ستة أي أن الكسرين متكافئين ننتقل إلى الجزء الأول من الدرس وهو التناسب احتاج دهان أثناء عمله في مدرسة إلى اللون الأخضر بدرجة معينة فأحضر عددا من عبوات الدهان من اللونين الأصفر والأزرق ومزجهما بطريقة حافظ بها على الدرجة اللونية المطلوبة كما في الجدول الآتي لدينا العبوات الصفراء وما يقابلها من العبوات الزرقاء اثنان مع الأربعة ثلاثة مع الستة أربعة من العبوات الصفراء يقابلها ثمانية من العبوات الزرقاء نكمل الجدول عزيزي الطالب نلاحظ عدد العبوات الصفراء وعدد العبوات الزرقاء إذا كان لدينا علبتين من العبوات الصفراء لدينا أربعة من العبوات الزرقاء إذا كان لدينا ثلاثة من العبوات الصفراء فيكون لدينا ستة من العبوات الزرقاء نلاحظ معنا عزيزي الطالب أن الستة هي ضعفي العدد ثلاثة أربعة ضعفي العدد اثنان وأيضا ثمانية ضعفي العدد أربع إذن عشرة هي ضعفي العدد خمسة لتبسيط نسب العبوات الزرقاء إلى العبوات الصفراء بأبسط صورة نكتبها على شكل نسبة أربعة إلى اثنان ستة إلى ثلاثة ثمانية إلى أربعة وإذا أردنا أن نكبل عشرة إلى خمسة نبسط المقدار الأول أعزائي الطلبة بالقسمة على اثنين نحصل على طبعا في البسط والمقام اثنان إلى واحد أيضا بقسمة الستة والثلاثة على ثلاثة نحصل على اثنين إلى واحد وأيضا في هذه النسبة نحصل على اثنين إلى واحد ماذا نلاحظ أعزائي الطلبة؟ نلاحظ أنها جميعا تساوي اثنان إلى واحد هل النسبتين أربعة إلى اثنان وستة إلى ثلاثة تشكلان تناسب؟ نلاحظ معا أن أربعة ضرب ثلاثة يساوي ثماش وستة ضرب ثلاثة يساوي ثماش إذن النسبتين تشكلان تناسب هل النسبتين 4 إلى 2 و 8 إلى 4 أيضا تشكلان تناسب؟ أحسنتم أعزائي الطلبة نعم لأن 4 في 4 يساوي 16 و 8 في 2 أيضا يساوي 16 والآن ننتقل إلى التعريف معا التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر يسمى ألف إلى با يساوي جيم على دال تناسب حيث الأعداد ألف وبا وجيم ودال هي حدود التناسب وألف وبا وجيم ودال أكبر من صفر أي أنها أعداد موجبة يسمى ألف ودال طرفي التناسب ها هما طرفي التناسب ألف ودال كما يسمى با وجيم وسطي التناسب إذا كان ألف على با يساوي جيم على دال أعزائي الطلبة يشكلان تناسب فإن ألف في دال يساوي با في جيم إذا كان ألف على با يساوي جيم على دال إذا كانت هاتين النسبتين تشكلان تناسب فإن ألف في دال يساوي با في جيم وهذا ما نسميه بقاعدة الضرب التبادل لنحل هذا النشاط معا أعزائي الطلبة أي من الآتية تشكل تناسب ولماذا؟ نلاحظ النسبتين نصف وثمانية على ستاش تشكلان تناسب لماذا؟ لأن واحد في ستاش ماذا يساوي؟ أحسنتم يساوي ستاش ثمانية في اثنان ماذا تساوي؟ تساوي ستاش إذن تشكلان تناسب نلاحظ النسبتين الأخرين 25 على 42 و5 على 6 هل تشكلان تناسب؟ لا لماذا؟ لأن 25 في 6 لا تساوي 5 في 42 أحسنتم أحبائي نلاحظ النسبتين في نهاية النشاط 4 إلى 27 إلى 21 هل تشكلان تناسب؟ هل 4 في 21 يساوي 20 في 7؟ لا تشكلان تناسب لأن 4 في 21 لا تساوي 7 في 20 أحسنتم أحبائي نلاحظ معا النشاط الآتي اشترت هدى 4 كيلوغرام من التفاح بمبلغ 6 دنانير كم دينارا تدفع هدى إذا أرادت شراء 10 كيلوغرام من التفاح من النوع نفسه؟ نلاحظ الجدول معا أعزائي الطلبة نلاحظ أن 8 أربع كيلوغرامات من التفاح يساوي 6 دنانير وعلينا أن نساعد هدى في إيجاد 8 عشرة كيلوغرام من التفاح نكون النسب المرافقة للجدول الثمن إلى الكتلة 6 إلى 4 وسين إلى 10 طبعا نشكل التناسب 6 إلى 4 تساوي سين إلى 10 بما أنهما يشكلان تناسب إذن ماذا نفعل؟ نطبق قاعدة الضرب التبادل وينتج أن 6 في 10 يساوي سين في 4 ماذا تساوي 6 في 10 أحباء الطلبة؟ إنها 60 نعم أحسنتم ومنها سين تساوي 60 على 4 وتساوي 15 إذن ما هي هذه الخمستاش؟ إنها 8 العشر كيلو من التفاح الجزء الثاني من الدرس ننتقل معنا أعزائي الطلبة وهو التقسيم التناسبي ونلاحظ معا النشاط الآتي يرى التقسيم مبلغ 2000 دينار بين يحيا وعبير بنسبة 3 إلى 5 ماذا نفعل؟ كي نقسم هذا المبلغ بينهما حسب النسب نلاحظ النسب أحبائي الطلبة إنها 3 و5 3 ليحيا وعبير لها 5 حصص إذن لتقسيم المبلغ نحسب عدد الحصص أولا 5 زائد 3 ويساوي 8 حصص متساوية إذن نريد قسمة المبلغ إلى 8 حصص متساوية 2000 على 8 ويساوي 250 دينار الحصة الواحدة لنعود معا إلى النشاط كم عدد حصص يحيا؟ إنها 3 أحسنتم إذن كم سيأخذ يحيا؟ كم سيكون نصيبه؟ 3 في 250 ويساوي 750 دينار نكمل معا نصيب عبير نصيب عبير تكلمنا وقلنا أنه 5 حصص والمقدار الحصة الواحدة 250 دينار إذن نصيب عبير 5 في 250 ويساوي 1250 دينار أحسنتم أحبائي كيف نتحقق من صحة الحل أحبائي الطلبة؟ بإمكاننا أن نجمع الحصص معا حصص يحيا 750 وحصص عبير 1250 ويكون الناتج طبعا 2000 دينار أحبائي الطلبة إذن ما هو التقسيم التناسبي؟ التقسيم التناسبي هو عملية تقسيم معينة وفق نسب معلومة ويستخدم لتوزيع أشياء نقود أراضي أو زان بحيث يكون حصص الأفراد المشاركين معلومة والآن أحبائي الطلبة لنحل معا النشاط الآتي في قسمة أرض مستطيلة إلى قطعتين بنسبة 2 إلى 3 فكانت مساحة القطعة الأولى 1200 متر مربع احسب ما يأتي نريد حساب مساحة القطعة الثانية ومساحة الأرض قبل التقسيم نلاحظ معا أعزائي ماذا لدينا من معطيات في السؤال مساحة القطعة الأولى تساوي 1200 متر مربع وكم عدد حصص القطعة الأولى؟ إنها حصتان أحسنتم إذن 1200 على 2 يساوي 600 متر مربع مساحة الحصة الواحدة مساحة الحصة الواحدة من الأرض مساحة القطعة الثانية طبعا لدينا هي ثلاث حصص من الأرض الأصلية نضرب الثلاثة ب600 ونحصل على 1800 متر مربع إذن القطعة الأولى 1200 متر مربع والقطعة الثانية 1800 متر مربع فما هي مساحة الأرض قبل التقسيم أحبائي الطلبة؟ إنها 1200 زائد 1800 وتساوي 3000 متر مربع أحسنتم أحبائي والآن في نهاية الدرس أحبائي الطلبة أترك لكم المهمة التعليمية الآتية والتي تتكون من مسألتين كما تلاحظون أرجو منكم أحبائي حلها بروية أحبائي الطلبة أشكركم على حسن استماعكم وإلى لقاء آخر بإذن الله